بالترحيب والإشادة استقبل العالم خبر إعلان الاتفاق السعودية الإيرانية مصحوبا بآمال عودة الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط دوليا أشادت الأمم المتحدة عبر المتحدث باسمها ستيفان دوغاريك بمصالحة تاريخية كان موقف البيت الأبيض منها ضبابيا على الرغم من ترحيبه بأي مسعى إنهاء الحرب في اليمن واعتبرت الهيئة الأممية العلاقات بين قطبي الخليج ضرورية لأجل استقرار المنطقة دول عربية عديدة سارعت لتأييد المصالحة السعودية الإيرانية أولاها سلطنة عمان التي رحبت بالاتفاق الثلاثية وتواقعت أن يسهم في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة العراق الذي احتضن جوالات مفاوضات سابقة بين الطرفين أبدى هو الآخر أمله بأن يصاحب الاتفاق فتح صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لبنان الراغب في بناء علاقات متوازنة بين التهران والرياض علق آمالا على اتفاق المصالحة بينهما وقال إنه سيترك أثرا إيجابيا على مجمل العلاقات الإقليمية تركيا هنأت السعودية وإيران على استئناف العلاقات ووصفت ذلك بالخطوة المهمة ضمن مسارات الليونة السائدة في منطقة الشرق الأوسط نجاح المصالحة بين السعودية وإيران من شأنه أن يرسم واقعا مغايرا في منطقة الشرق الأوسط ويبطل مشاريع القوى الدولية التي راهنت على تفتيت المنطقة تحت مسميات التطبيع وحروب الديمقراطية لتقوية الكيان الصهيونية